السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين أحبب حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها حياكم الله وفق جداو الزمني وطط مدروس تواصل وزارة الداخلية إجراءات نقل وتسليم الملف الأمني داخل المدن من التشكيلات الأمنية المختلفة ورغم أن الحديث قديم ولم يكتب له النجاح في مرات عدة لكنه طبق هذه المرة في بضع محافظات تسلمت فعليا المهام الرسمية لإدارة أمنها بيدها على أن تعقبها خطوات مماثلة في بقية المحافظات شريطة وصولها إلى مرحلة استكمال متعلقات حيازة جميع النقاط اللي يستلزمها برنامج الداخلية المعد لهذا الغرض ومع ذلك قد لا يبدو الطريق سالكا لهذا المسار حاليا في عدد من المدن لضرورات أمنية كما تقول لجنة الأمن النيابية أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة ففي مساحات أو ساحات الحرب يواصل البواسل الأشداء وفي كل الميادين متميزين وبنشاط من قطع النظير إنهم رجال الله رغم سوء الأحوال الجوية يواصل فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي تحقيق إنجازات متقدمة في جملة أو حملة الإغاثة الطوعية لمناطق بغداد المحرومة وعدد من المحافظات بناء على توجيهات سابقة من رئيس الوزراء جهود كبيرة بالعدة والعدد في أكبر العمليات الخدمية اللي استهدفت مناطق واسعة فضلاً عن أخرى مستهدفة وقعت على رادار الجهد الهندسي معالجات مباشرة وعاجلة للقطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات بالشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية اللي تتمثل بالأضلاع الثلاث الجهد الآلي للحشد الشعبي والمكتب الهندسي في مجلس الوزراء وأمهانة بغداد والدوائر البلدية فيما يخص المحافظات وهذه الجهود الجبارة تأتي بالتزامن على خط واحد مع المنجزات العسكرية المبذولة فكانت تجسيد حقيقي وواقعي للشعار يد تقاتل ويد تبني هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة رح نفتحها اتباعاً والناقشة مع ضيوفنا الكرام تتفضل من بقاويانا ومتابعتنا حياكم الله مجدداً ترفع وزارة الداخلية من مستوى جهوزيتها الأمنية والإدارية لتسلم ملف الأمني داخل المدن بعد انتقال الجيش لخارج حدودها هذا الأمر بدأ سهلاً في عدد من المحافظات غير أن بعضها قد يكون محل اعتراض وتسجيل ملاحظات خلونا مشاهد يا رحب نفتح هذا الملف لكن بعدا نشاهد تقرير الزميل علي حبيب بعد طوي العراق مراحل زمنية معقدة أمنياً وما تلاها من استقرار تسعى الحكومة الحالية عبر برنامجها إلى تسليم الملف لوزارة الداخلية بالكامل فيما سيكون انتشار قطاعات الجيش خارج حدود المدن وبهذا رفعت الداخلية من مستوى جهوزيتها واستلمت إدارة عدد من المحافظات فيما ستكون البقية منها مرتبطة بتقارير نسبة الجهزية بالتأكيد واحدة من البرامج التي ركزت عليها الحكومة ما هي موضوع الانتقال أو استلام وزارة الداخلية للملفات الأمنية كاملة داخل المدن وبالفعل بدأت هذه العملية في بغداد يعني بعض من التشكيلات والوحدات العسكرية انسحبت وجاءت بدلاً عنها تشكيلات ووحدات من الشرطة الانتحادية في خطة لأن تكون كل بغداد في داخلها هي بوحدات وزارة الداخلية وتفعيل مراكز الشرطة المباشرة بتطبيق عودة الملف الأمني إلى أيدي الشرطة المحلية جاء بناء على معطيات أمنية تلخصها الداخلية بانتهاء مبررات تواجد الجيش في الشوارع وداخل المدن فالتهديد الإرهابي لم يعد قائماً مضلاً عن الحاجة لهذه العناصر في مواجهة التحديات الجديدة المتمثلة بالجرائم المنظمة غير أن ما ذكر لا يعني وجود اتفاق جامعاً لهذه المفاهيم فلجنة الأمن النيابية سجلت ملاحظاتها بأن قسماً من المحافظات التي تشهد اضطرابات أمنية غير قادرة على تسلم الملف الأمني وهي بحاجة لمزيد من الوقت وبكل الأحوال فإن هذه الحالة الجديدة لا تعني التقاطعة بل بقاء قطعات الجيش على أهبة الاستعداد لمساندة الشرطة المحلية في حال حدوث أي طار علي حبيب الأيام القضائية حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين السيد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العميات المشتركة وقرية الإعلام الأمني حياكم الله سيادة اللواء وأرحب بالدكتور أحمد الشريف الخبير الأمني حياكم الله دكتور أهلا وسهلا حياكم الله أبدأ مع حضرت تكسيات اللواء لسنوات طوال ظل موضوع نقل الملف الأمني إلى داخل المدن في مختلف القوى الأمنية وحصرها بيد الداخلية غير مطبق ومعروفة الظروف الاستثنائية اللي مر بها العراق لكن اليوم جزت هذا الأمر فعليا بما قامت به الوزارة بنقل ملف الأمني في ثلاث محافظات ومن المؤمل أن يكون هناك استكمال لهذا الموضوع طيب ما الفرص والتحديات التي راح تواجه هذا النقل طبعا قبل أن أبدأ حديثي وإجابتي على سؤالك أود أن أرحب بمشاهدي قناة الأيام وبيك وبضيفك الكريم حياكم الله وأكيد قبل أن أجيبك على سؤالك يجب أن تكون هناك إصرار وإرادة ورؤية على إدارة هذا الملك وهذا ما أقدمت عليه حكومة السيد السوداني قائد العام للقوات المسلحة منذ أول يوم لتسنم المنصب أكد على ضرورة تفعيل أن يتم الإسراع في تسليم الملف الأمني من قبل الجيش إلى وزارة الداخلية وبالذات إلى أجهزة الأمنية أيضا هناك إرادة لهذا المشروع أن يكتمل من قبل السيد معالي وزير الداخلية والسيد معالي وزير الدفاع ورئيسي كان الجيش المحترم بالإضافة إلى ناعب قائد العمليات المشتركة في رؤية بسيطة منذ بداية هذا العام وإلى حد الآن لو لاحظ أنه فقط في قيارة عمليات بغداد رفعنا أكثر من 35 سيطرة فتحنا كل الطرق وبدأنا بإعادة توزيع وانتشار القطاعات والكل شاهد في قيارة عمليات بغداد كيف ايام الشرطة الاتحادية بالسلام كثير من النقاط الرئيسية التي كان الجيش يشغلها طبعا هذا من جانب من جانب آخر أيضا كان هناك سلسلة من الاجتماعات المهمة بين معالي وزير الداخلية في قيارة العمليات المشتركة ومع السيد رئيس أركان الجيش المحترم ونائب قائد العمليات المشتركة في إعداد خطة وجدول زمني للحقيقة البدء في تسلم كثير من الملفات الأمنية سواء في قيارة عمليات بغداد أو في باقي المحافظات ولذلك نحن نؤكد من خلال برنامج كون بأنه الخطة تسير وفق ما مخطط إلها ووفق ما قدر القائد العام للقوات المسلحة المحترم بأن هذا الملف يجب أن يتم إنجازه طبعا هناك تحديات مثل ما تفضل الجنابك هذه التحديات تعتمد على استعداد وزارة الداخلية وقواتها وإجهزتها وأعتقد أنه وزارة الداخلية الآن بدأت في رفع إمكانياتها وقدراتها أكبر من السابق وهي تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لاستلام الملف الأمني طبعا الجيش سيكون في نقاط خارج المدن وفي معسكرات ومستعد للتدخل في أي حالة تتطلب ذلك قبل أن نبدأ بعملية الاستلام والتسليم ونتكلم عن الملف الأمني لنقل ما هي التعاون أو آلية العمل بين وزارة الداخلية والدفاع أو القيادات وقوات الأمنية الأخرى وهذا مهم جدا طبعا وحدة القيادة والسيطرة التعاون الكبير في مجال الاستخبارات والأمن رد الفعل السريع الجيش وتدخل في الحالات الضرورية التي تستدعي ذلك هذه كلها خطط إلها وأعد لها تخطيط وأعدت لها دراسة وأيضا تم الاتفاق على أن يكون هناك لقاب الحقيقة لنقل مشتركة هذه واجبها تكون في مناطق تمنع الزحام تمنع أن يكون هناك الحقيقة عبع على المواطن سواء البغدالي أو في كل المحافظات رفع كثير من السيطرات ولكن هناك سرعة ردفع سريع وتدخل سريع من قبل القوات الأمنية وقوات احتياط أعدت خصيصا للتدخل في حال وجود أي حالة طارئة لا سامح الله تستدعي ذلك طيب دكتور الشريف وجد الترحابي بحضرتك ويتفضل السيد اللواء بهذه الإضاحات وهنا نتساءل يعني الداخلية تتحدث عن ثلاث فوائد راح تتحقق بنقل هذا الملف إلى وزارة الداخلية أولها الاستفادة من الطاقات البشرية وثانيها مكافحة الإرهاب المتمثل بالجريمة المنظمة وثالثها بما دائما كنت تدعو إلى حضرتك عبر لقاءات متعددة بهو عسكرة المجتمع وعسكرة المدن والتخفيف التدريجي من حدة هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة القرار قرار إيجابي على اعتبار هو يعالج خرقا دستوريا لطالما شخصنا وتحدثنا عنه على اعتبار أن الدور الوظيفي للمؤسسة الأمنية هي مسكل الأرض أمنيا في مراكز المدن والأخضية والنواحي وهذه قضية توظيف الموارد دستوريا لها أبعاد على اعتبار أن النظام نظاما ديمقراطيا وبالتالي مسألة الحقوق الدستورية ومسألة التوظيف الأمثل للمؤسسات في أطرها التي يحدد لوائحها وقوانينها الدستور ملزمة فضلا عن أنه مسألة عسكرة مراكز المدن والمناطق المكتظة بالسكان لم يكن فيه بعدا قانونيا لأنه حتى حينما دخل الداعش لم يكن هناك قانون طوارئ كانت هناك إجراءات طوارئ وإجراءات الطوارئ هي إجراءات آنية تستخدم لفترة محددة ثم بعد ذلك يصار إلى تطبيق القوانين والأعراف والأواح الدستورية أي بمعنى أنه يجب أن يكون هناك مسكل للأرض أمنيا وفي تقديري أنه الاتجاه بالإطار الصحيح وعلينا أن نضع المؤسسة الأمنية أمام الاستحقاق الدستوري وأمام الاختبار فإذا ما وجدنا هناك ثغرات يصار إلى سد الثغرات حتى نجري عملية التمكين الأمني في السيطرة على مراكز المدن والأقضية والنواحي بما يتناسب قلت نظم الديمقراطية ونظام العمل الشرطوي لأنه في العمل الشرطوي هو الأقرب أن يكون مكيفا للتعامل مع المواطنين من حيث فلسفة إدارة المعركة الأمنية إمكانيات الأداء الاستخباري وما إلى ذلك فضلا عن القدرات التسليحية التي يصار فيها الاعتماد فلسفة ضبط النار بخلاف ما موجود عليه بالمؤسسة العسكرية التي تعتمد قدرات تسليحية متوسطة وثقيلة وتعتمد على كثافة النار وما إلى ذلك فإذن مسألة إعادة التوازن للمؤسستين الأمنية والعسكرية بحيث تصبح المؤسسة العسكرية ضامنة لأبعاد السيادة بأبعادها الثلاث البري البحري الجوي والمؤسسة الأمنية تشكل الحصانة ضامنة لحصانة جبهة الداخلية ولكن هناك عائق في تقديره هو العائق الدستوري من الضروري جدا أن نعيد النظر في قضية أن العراق هذه واحدة من الأسس الدستورية للعراق نظاما فدراليا وبالتالي ستصطدم هذه العملية بما يطلب عليه بالمناطق المتنازع عليها وعدم تحديد الحدود الإدارية لأن النظم لأداء المؤسسة الأمنية في إدارة الملف الأمري يجب أن تحدد الحدود الإدارية للوحدات الإدارية وعلى أساسها يجري توزيع قواطع العمليات وقواطع المساولية فبما أن هناك أرباك على المستوى الدستوري في عدم معالجة المادة على سبيل المثال المادة 140 وهي المادة لا تتعلق بالمناسبة في كاركوك تقترن بقضية كاركوك على اعتبار القضية الأهم ولكن في كثير من المناطق في العراق لا زالت هي تخضع للمادة 140 فمسألة تحديد الوحدات الإدارية هل النظام فدرالي؟ إذا كان النظام فدرالي فلنذهب باتجاه الفدرالية وتحديد الحدود الإدارية التي على أساسها تبنى فلسفة إدارة العمل الأمني ابتداء من توزيع قواطع المسؤولية وتحصين الجبهة الداخلية للوحدات الإدارية بالموارد ما هو دور الشرطة الاتحادية؟ ما هو دور الشرطة المحلية؟ من سيكون الجهد الساند؟ هل سيكون على المستوى الاستخباري جهاز الأمن الوطني فيما يتعلق بالقضايا الداخلية وجهاز المخابرات الوطني فيما يتعلق بالتهديد الوافد؟ الجهد الساند هل سيكون جهاز مكافحة الإرهاب؟ أم ستكون المؤسسة العسكرية؟ هذه كلها تدخل في إطار المرتكزات الأساسية لتوزيع الوحدات الإدارية التي لا زالت هناك أقليم وهناك محافظات غير منتظمة بأقليم وهناك المادة 140 لذلك في تقدير الاتفاق الذي جرى بين الكرد وبين السيد السوداني في مسألة معالجة هذه المادة ليس بعيداً عن هذه المعطيات سيادة الواء بالإضافة إلى هذه التساؤلات التي اطراحها الدكتور الشريفي نتسأل هنا عن شكل العلاقة اللي أشرت لحضرتك في إجابة سابقة هذه العلاقة بين المؤسسات الأمنية بعد هذا القرار شو رح يكون شكلها وكيف سيتم تحقيق التكامل خاصة وأن واحدة من فقرات هذا الملف رح تبقى قطعات الجيش على أهبة الاستعداد لمساندة الشرطة المحلية في مناطق أخرى يعني دعني أوضح لك بشكل موجز قبل أن أجيبك على سؤالك وخصوصاً في الإشكالية في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك طبعاً أكيد أحد أهم الأسباب اللي تعمل عليها قيارة العمليات المشتركة بالتعاون مع الأخوان في البيش ماركة هو وخصوصاً في هذه الفترة أو منذ فترة العلاقة المتطورة والعلاقة الوطيدة بيننا وبين قوات البيش ماركة وبين حرس الإقليم طبعاً الزيارات المتكررة والعمل المستمر والعمليات المستمرة النوعية المشتركة اللي نقوم بها نحن فقط في العام الماضي قمنا بأثمان عمليات مشتركة في مناطق ذات الاهتمام الأمني المشتركة خطوات مهمة اتخذناها في قيارة العمليات المشتركة واستبقنا الأحداث ونحن نعلم بأنه هناك ملف يجب أن يتم العمل به تسليم المهام إلى قوات وزارة الداخلية اللي بالتأكيد هو عملها والكل يعلم بأن الجيش هو واجب أن يكون خارج المدن واجب أن يحمي الحدود واجب أن يتدخل في الأزمات والكوارث لا سامح الله وأيضا الواجب الرئيسي له هو حماية البلاد من أي اعتداء وأهدافها الحيوية لذلك وحتى قوات الجيش هي تختلف عن قوات وزارة الداخلية الكل يعلم بأنه الجيش لديه أسلحة متنوعة أسلحة ثقيلة إمكانيات قدرات عالية جدا تتناسب وحجم التهديد الذي لا سامح الله قد يتعرض له البلد أما وزارة الداخلية رغم إمكانياتها المحدودة ولكن إمكانياتها وقدراتها عالية جدا في مجال الأمن الداخلي وهي ما تتناسب والعمل الأمني الداخلي لجهاز الشرطة أو حتى الشرطة الاتحادية التي الآن أكيد تطورت وهي الكل يعلم بأنه الشرطة الاتحادية التي خاضت معارك الحقيقة كبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي وتمتلك الآن مدفعية وعربات مدرعة وإمكانيات وقدرات عالية جدا في متابعة وملاحقة الأهرام ولكن هنا ما أود أن أوضحها بأنه نحن كقيارة عمليات مشتركة عملنا بشكل دؤوب ومشترك مع الأخوان في البيش مرقة خصوصا في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وأحد أهم المنجزات التي حققناها التي هي أولا أنشأنا ست مراكز مشتركة بين الأخوان في البيش مرقة والآن لدينا لواءين مشتركين هذين اللواءين التي تهيئت كل متطلباته من تسليح من أماكن من أسماء من تسمية لللواءين من توزيع وانتشار لهذه الألوية وتدريب وإعطائها مدخرات التدريب واجبها الرئيسي والأساسي هو العمل في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك لسببين السبب الأول هو منع أن يتواجد التنظيم الإرهابي في تلك المناطق والنقطة الثانية هو العمل المشترك مع قوات حرس الإقليم واللي هي أساسا لواءين مشتركين تحت قيادة وزارة الدفاع العراقية وبالتالي يعطيها المرونة في التحرك في مناطق سواء في إقليم كردستان أو في المناطق التابعة للحكومة الاتحادية وهذا يسهم إسهام كبير في إشاعة الاستقرار والعمل المشترك وكذلك إنجاح خططنا الأمنية الخاصة بتسديف الملف الأمني أو متابعة وملاحقة تنظيمات الإرهابية وحماية أهدافنا الحيوية وكذلك منع التهريب وإشاعة الاستقرار والإطمئنان في المنطقة دكتور أحمد رغم كل هذه الإنجازات المؤمل تحقيقها بنقل هذا الملف إلا أن لجنة الأمن والدفاع النيابية على لسان رئيس عباس الزاملي تحفظت على توقيت تطبيق هذا القرار بدعوة عدم قدرة بعض المحافظات التي تشهد اضطرابات بين الحين والآخر على تطبيقها وتقول هذه اللجنة بأن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الوقت كيف تنظر إلى تحفظ لجنة الأمن والدفاع النيابية نعم بالحقيقة نحتاج إلى حلول دستورية على سبيل المثال هناك قواطع مسؤولية وهناك حدود والصلاحيات على سبيل المثال هناك مصطلح نتحدث عن الشرطة المحلية وشرطة اتحادية ما هو الفارق بين العمل الشرطوي إذا كان هو بالأساس الطرفين هم الشرطة الشرطة المحلية لديها صلاحيات دستورية في الموقع العمل ضمن الحدود الإدارية المكلفة بها إذا عبرت حدود الوحدة الإدارية ما عادت لديها صلاحيات وأن الجهة الوحيدة التي بإمكانها المناورة عبر تخط الحدود الإدارية هي الشرطة الاتحادية الشرطة الاتحادية تبتلك تفويضا دستوريا في أن تشكل جهد سالد للشرطة المحلية على مستوى رفع القدرات أي بمعنى أنه إذا حصلت طراب في وحدة إدارية وعجزت الشرطة المحلية عن إداء مهامها وحتاجت إلى الإسناد فتلقائيا ستكون القوة ساندة أصالة هي الشرطة الاتحادية التي لديها وفق الدستور صلاحية تخطي الحدود الإدارية بما تبتلك من تفويض دستوري نحن إلى الآن لم ننظم الحدود الإدارية حتى نميز بين من هو الشرطة محلية والشرطة اتحادية ولازمنا نقول غير منتظمة بإقليم طيب هذه المحافظات الغير منتظمة بإقليم صارت إلى 20 سنة الآن الأوان إلى أن نحسم هذا الأمر أما أن يكون العراق فدراليا وأما أن نجد خيارات أخرى والحال هو فدرالي على اعتبار أن أصل الدستوري أن النظام نظاماً فدرالياً وعلى أساسه يجري توظيف الموارد لأنه الآن هناك إرباك متى تتدخل الشرطة الاتحادية مع اختلال وعدم وضوح الوحدات الحدود الإدارية وبالتالي تجري المناورة بشكل في كثير من الأحيان مناورة ارتجالية لا ترتكز إلى أسس قانونية على سبيل المثال ناورنا في الاتحادية في الحروب الجبلية هذا يتنافى وقيم الديمقراطية ويتنافى مع مفاهيم المؤسسات شرطة اتحادية قدراتها التدريبية شرطوية قدراتها التسليحية متوسطة وخفيفة لا تتناسب الحروب الجبلية لأن الحروب الجبلية صنف خاص في القوات المسلحة التي تمتلك مهارات قتالية وجهداً ساندة وقدرات تسليحية عالية الكفاءة ممكن أن تنور في هذه المناطق وعلى ذلك في حرب المستلقعات وحرب الغابات وما إلى ذلك والحرب البرمائية أيضاً زجينة في بعض الأحيان الحجد الشعبي وهو تركيبة كانت أسسها ومرتكزاتها تعبئة جماهرية تعبئة شعبية أنا الأول أن نعالج هذه الأسس والمرتكزات حتى ننطلق في توظيف أنثل الموارد الوطنية سواء كانت وزارة الداخلية أو الدفاع أو الجهود الساندة جهاز المخابرات الوطني كيف سيتصرف جهاز الأمن الوطني كيف سيتصرف لتقديم الجهد الساند فضلاً عن العمليات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الدفاع لأنه هذه تضعنا أمام استحقاق تطوير القدرات يعني أنا الآن بالداخلية من تمسك أرض أمنياً يكون الجهد الاستخباري مقدماً على الجهد التعبوي في حين الفلسفة معكوسة في المؤسسة العسكرية الجهد القتالي يسند بجهد استخباري على اعتبار أن القوة الماسكة للأرض لديها هدف واضح ولديها قتال جبهوي وواضح أبعادها وإسنادها جوي ثقيل يعني على سبيل المثال الآن الـ F-16 من تريد تقدم إسناد الأقصى حمولة إليها هي 4.4 يعني بحدد طن ونص تضرب بقوة 4 طن ونص هذه لا تستخدم في المدن لأنه قدرتها النارية عالية هذه تستخدم في حرب الجبهات وتستخدم في المناطق النائية غير المأهولة بالسكان فإذن إحنا أمام اعتبارات كثيرة يجب أن يأخذ بها المشرع ليضعها قيد التنفيذ وأهم نقطة هي تحديد الحدود الإدارية التي على أساسها ترسم ملامح الواجبات والمهام للمؤسسة الأمنية وحتى العسكرية في قادم الأيام العسكرية ما عندها أشكال على اعتبارها حدود بمجرد أن ترسحب للحدود الحدود واضفة ومؤطرة ومحددة تبقى القضية ضين قضية بالوحدات الإدارية في الجبهة الداخلية سياغة الواء بالإضافة لما شار إليه الدكتور الشريفي هنا أيضا السؤال يطرحه يعني تسلم الشرطة المحلية لإدارة ملف المدن يوجب رفع مستوى منظومة الوزارة من حيث تطوير أصنافها بما يحقق القدرة على مسك الملف الأمني بشكل فاعل وبقية الأمور الأمنية بشكل كامل يعني دعني أن أوضح لك هنا جزئية وهذه الجزئية مهمة جدا الآن وحسب ما افتهمتها من الأخ زميلي وعزيزي دكتور أحمد بأنه هناك فرق ما بين الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية طبعا إحنا خلنا أخذ تجارب وخلنا أخذ ما عملت بيه شرطة المحلية وشرطة الاتحادية إحنا عدنا أكثر من محافظة تسلم ملفها الأمني وزارة الداخلية وبالذات الشرطة المحلية وهناك ملف كبير كانت ولا زالت تستخدمه الشرطة الاتحادية اللي هي في كركوك واللي في مناطق صعبة جغرافيا وقامت بعمليات كبرى سواء الآن أو في الماضي في أيام التحرير عندما تمكنت الشرطة في عدة محاور وهي الآن تقوم بعمل كبير وجبار في أجزاء معينة من كركوك وخصوصا في مناطق جغرافية صعبة إذن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأنه إمكانياتنا وقدراتنا في مكافحة الإرهاب وفي فرض الأمن والاستقرار لدينا عالية جدا وعدما تتطلب أن ينتقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية فعلاً وزارة الداخلية قادرة وبإمكانياتها وقدراتها وبتدريبها أن تسلم الملف الأمني وأنظر كم محافظة الآن لديها استلام ملف أمني وبالذات من الشرطة المحلية الكوت، بابل، النجف، المثنى، المحافظات الأخرى هذا يعني بأنه هناك خبرة في التعامل حدثت بعض الحقيقة الحالات التي تستدعي تدخل الشرطة المحلية وفعلاً تمكنت من خلال قادتها ومن خلال وحدة القيادة والسيطرة والعمل الكبير لوزارة الداخلية بأن تتمتع بمرونة وقدرة عالية على التعامل مع هذه الأحداث نفس الوقت أيضاً حدثت أمور عالية في الخطورة في مجال قواطع الشرطة الاتحادية واستطاعت من خلال قادتها وقياداتها وأيضاً إمكانياتها وقدراتها في القيادة والسيطرة من أن تتعامل مع ملفات صعبة واستطاعت أن تنجح في إدارة ملفاتها الأمنية وهذا يؤكد ما أقدمت عليه توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بضرورة أن يكون هناك خطة وأن يكون هناك جدول زمني وأن يكون هناك تفعيل لإعادة تسليم المهام الأمنية إلى وزارة الداخلية طبعاً هذا لا يعني بأنه هناك عمل مستمر ومشترك ما بين وزارة الدفاع والداخلية وقيارة العمليات المشتركة من خلال ما طبعاً مع الأجهزة الأمنية الأخرى من خلال تحليل وقيادة وإعطاء رؤية وتقدير موقف لموقف البلاد كله وخصوصاً في المناطق التي تستدعي عمل مشترك التي تستدعي يعني سيد رئيس الكن الجيش نراه يومياً في زيارة إلى قاطع معين نائب قائد العمليات المشتركة يتابع طبعاً رئيس الكن الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة من يكون بصحبتهم إما قائد الشرطة الاتحادية أو القادة المحليين التابعين إلى وزارة الداخلية في تلك المناطق وهذا يعني هناك تعامل أمني هناك عمل مشترك هناك تخطيط مشترك إذن نحن مثل ما قدرنا ومثل ما عملنا بأنه هذا الملف الذي يجب أن يكون لديه تطور كبير في عام 2023 وبدأنا فعلاً والآن كل يشاهد كيفية انتشار الشرطة الاتحادية في مجمل قواطع بغداد وعملها وقيامها بالتفتيش والدورية أعتقد ناجحة لحد الآن وهذا يؤكد نجاحنا في التفاعل والعمل مع هذا الملك نتمنى كل التوفيق لكل هذه الاتحادة سالحمد فقط عندي إضافة لا في الثانية تفضل دكتور أيضاً هذه رسالة للسيد السوداني أن يميز بين العمل الشرطوي والعمل الأمني لأننا بالحقيقة ما ضمن نشاطاتنا على المستوى وزارة الداخلية هي شرطوية فما هو الفارق بين العمل الشرطوي وبين العمل الأمني هذه مهمة جداً يجب أن نحن على اعتاب مسك الملف الأمني في داخل يعني بالنسبة للعراق كله فالفارق بين العمل الشرطوي والعمل الأمني يجب أن تكون حاضرة في معالجة وفي أسلوب أداء المرحلة القادمة وهذا ما يصف في مصلحة جميع الأطراف الوطنية أنا أشكرك وشكراً جزيلاً أنا دكتور أحمد الشريف الخبير الأمني وشكر كثير حضرتك سيادة اللواتة حسين الخفاجي المتحد بسم قيادة العميات المشتركة وخرية الإعلام الأمني ضيوفاً كراماً أثريتماً الحوار في هذا الملف نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجدداً مشاهدي الأحبة بهذا ملف أرحب بي ضيفي الكريمين أولو ساد نزار السلطان وضوء الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلام العراقي حياك الله ساد نزار ضيفاً كريماً وكذلك أرحب بي ضيفي الكريم أولو ساد عبد الرزاق المالك يعضو فريق الجهد الخدمي الحكومي حياك الله ساد عبد الرزاق أبدأ ما حضرتك ساد نزار نتحدث اليوم عن حكومة الخدمات التي منذ توليها زمام السلطة وأعلنت بأنها ستكون حكومة خدمات المواطن أخذت على عاتقها عدة قرارات كان موضوع الجهد أو فريق الجهد الخدمي إحدى مؤسسات هذه الحكومة ويعده المراقبون والخبراء بأنه تجربة ناجحة كيف تنظر إلى هذه الجهود شكراً جزيلاً لك ولي ضيفك ولمشاهديك الكرام حقيقةً كنا نفتقد على مرار الحكومات السابقة إلى التكامل الإداري أو التكامل الخدمي ما بين الدوائر والمؤسسات الدولة بشكل عام وبسبب المحاصصة بسبب يعني التشتت القرار بين المؤسسات اليوم فريق الجهد الخدمي يعتقد استطاع أن يذيب هذه المناغصات ويحقق تكامل خدمي تجربة بدايتها بسيطة ولكن بدأت تتطور بشكل سريع حقق التكامل خدمي مع بعض المؤسسات تعرفون خاصة في بغداد نحن عندنا تشتت مؤسسي كبير في المنظومة الخدمية بين المحافظة والأمانة وحتى بعض الوزارات الخدمية وخاصة وزارة الإسكان والبلديات وبنتيجة وجود هذه المؤسسات تحت قيادة واحدة حقق هذا التكامل فتح مساحات كبيرة للخدمة المدروسة بشكل علمي وجزء الفاعل في هذا التكامل كان إمكانات البشرية والآلية التي وفرها الحجد الشعبي في هذه المنظومة اللي أصبح كأنه عنصر ضامن ودافع قوي لتحريك كل المؤسسات باتجاه واحد كل حسب اختصاصه حققت هذه المنظومة يعني انجازات نوعية في مناطق كان من المعقد الدخول إلى من جهة واحدة لأسباب منها قانونية منها إدارية وخاصة من مناطق اللي لم يصلها الغطاء القانوني استخدامات الأرض وبالنتيجة نسميها نطلق عليه اسم العشوائيات أو الأراضي الزراعية اللي أصبحت مسكونة واقع حال وجزء منها في طريقة إلى التنظيم الحضري استطاع الجهد الخدمي بهذا الفريق المتكامل أن ينظم أجزاء كبيرة ومساحات مهمة في العاصمة وفي أطراف مدينة بغداد وأعتقد بالمحافظات أيضا بنفس الهمة حصلتها كذا فعاليات أتوقف عند قضية الهمة وجد الترحيب بحضرتك أستاذ عبد الرزاق المالكي هذه الهمة اللي يمتلكها هذا الفريق بصراحة ملفتة للنظر فرغم سوء الأحوال الجوية الأمطار الجو البارد إلا أنه لا يزال فريق الجهد الخدمي الحكومي واصل أعمال تطوير البناء التحتية موسع اتجاهات العمل في بغداد والمحافظات هذه الدافعية كيف تنظر إليها بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدين الكرام حياك الله طبعا منذ تشكيل فريق الجهد الخدمي الهندسي تم أعداد خطة متكاملة بدأنا في مركز العاصمة على جانبي الرصاف والكرخ المناطق عدد المناطق التي وصلنا إليها لغاية هذا التاريخ بحدود الخمسة وعشرين منطقة في محافظة وغداد وأكثر من عشرة مناطق في محافظة الديوانية ومحافظة ميسان ومحافظة المثنة أعمالنا مستمرة بإكمال أعمال البناء التحتية من شبكة المجاري وكذلك يصال الماء إلى المناطق التي تعاني من شحة المياه وكذلك أكمال أعطاب بالأسلاك الكهربائية ونصب المحولات والأعمدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات أكملنا منطقة شاكر العاني وبدأنا في منطقة حي الربيع بدأنا بأعمال المجاري لهذه المنطقة تم مدخط أمبوب مجاري بطول كيلو ومئتين وكذلك مدخط أمبوب ماء بنفس الطول بدأنا بمرحلة فرش السبيس أيضا ضمن قاطع بلدية الشعلة منطقة الدوانم الزراعية أعمال المجاري بلغت نسبة الإنجاز فيها بحدود الستين في المائة وكذلك أكملنا أعمال شبكات الماء وأعمال شبكات الكهرباء منطقة الخطيب الزراعي أيضا أكملت أعمال المجاري باشرنا في الطريق الرئيسي الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلو متر وبعروض ستين متر وكذلك فروع المطلة على الشارع الرئيسي الأطوال الكلي لهذه المنطقة بحدود سبع كيلو تم تبليط قسم من الشوارع في منطقة الدوانم الزراعية هذه الأعمال ضمن قاطع بلدية الشعلة الشارع الرئيسي في منطقة التاجيات التابعة لبلدية الكاظرية تم اختيار طريق رئيسي يربط بين دوار التاجيات وطريق بغداد الموصل يبلغ طول الطريق بحدود كيلوين وستمية وحظة عشرين متر تقريبا أنجزنا بحدود ثمانين بالمئة من العمال الترابية لهذا الشارع طبعا سوء الأحوال الجديد عطل كثيرا لمدة قرابة الثلاثين يوما عطل أعمال الفرش السبيس والتبليط بدأنا بالأيام الماضية إعادة هذه الأضرار الآن أكملنا تقريبا جزء كبير من حي الكوفة ضمن قاطع بلدية الشعب التي يبلغ بها أطوال الشوارع عشرة كيلو متر والتعداد السكاني هذه المنطقة جهود سبعة عشر ألف نسمة جهود مباركة يعني وهذه الأحصائيات هي دليل على نسب الإنجازة المتحققة من ضمن هذا الفريق وبشكل فاعل أستاذ نزار هو وجود الحجد الشعبي الذي يعني عرف بسرعة إنجازة وسرعة تنفيذة لهذه المشاريع وهنا نتحدث الفريق بصورة عامة يعمل على متابعة مشاريع البناء التحتية المتلكة اللي أشار إلها الأستاذ عبد الرزاق الكناني وهذه المشاريع في ثيمتها الرئيسية هي من عندها يعني تماث مباشر مع المواطن بهكذا حالة حشد شعبي وفريق جهد هندسي ويقدم الخدمة مباشرة إلى المواطن هل من ثمار نلمسها على المستوى القريب والمتوسط والبعيد؟ يعني احنا افتقدنا للجهد الحكومي المتمثل بشركات العامة في كل القطاعات اللي كانت تتلف بمشاريع كبرى في البلد ولمكانات المهنية والفنية العالية اليوم يعني كأنها عادت هذه خلال كوادر الحشد الشعبي اللي تشكل عنصر الهمة والاندفاع في تنفيذ هذه المشاريع المهمة في مناطق حيوية لبغداد في قطاعات مختلفة تنفيذ مباشر وبأسلوب متطور وإمكانات متطورة حقيقة قضية منفتة للنظر افتقدتها المؤسسة الحكومية منذ 2003 إلى اليوم عملية عادة هذه الهمة للمؤسسة الحكومية من خلال العامل المحرك الأساس اللي هو الحشد أنا أعتقد هذا يحتاج إلى وقفة وإلى إعادة نظر في إمكانيات هذه المؤسسة في رفض الدوائر الدولة الخدمية بالكوادر البشرية والإمكانات الفنية وحتى في مواقع خدمة مهمة وطارئة وجود هكذا مؤسسة نعتقد تشعر يعني تطلق رسالة اطمئنان وثقة لدى المواطن العراقي بوجوه صمامات أمان خدمية في حال يحتاج إلى تدخل سريع في أي قطاع من القطاعات أرهم حضراتكم بغداد يعني حجم الضغوطات على البنى التحتية أصبح يوصل إلى الذروة وبالنتيجة هناك اختناقات كثيرة في أغلب القطاعات الخدمية وغياب الحلول والتأخر في إجراءات الروتينية كل هذا يعني أطلق رسائل سلبية لدى المواطن اتجاه الحكومات المتعاقبة الحركة التي أوجدها هذا الفريق اليوم كأنها تجدد اتقل لدى المواطن البغدادي بشكل خاص بأن لا زالت يعني هناك الهمة وهناك الإمكانية التي تمثلت بدخول عنصر جديد وحيوي ونابض بالعطاء اللي هو كوادر الحجد الشعبي وجمعة كل هذه المؤسسات بهمة عالية أنطت بتائج يعني ببشرة بالخير ولعله أطلقت رسائل أطمئنان وثقل المواطن العراقي والبغدادي بشكل خاص صار عبد الرزاق لازم نتحدث عن قضية التكامل تحدث سيد نزار السلطان عن وجود الحجد الشعبي وأثر في سرعة الإنجاز ولكن أيضا نتحدث بالمجمل عن هذه المنظومة المتكاملة التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى هذه كلنا نعتبرها أضلاع للعمل تؤدي حتما إلى ضمان الجودة والكفاءة وسرعة الأداء ولكن أكو جزئية كيف نضمن عدم وجود تقاطعات بين هذه الجهات طبعا الاجتماع الأخير هناك اجتماع دوري مع دولة رئيس الوزراء المحترم توجهاته الأخيرة بضرورة أن تشترك غالبية المؤسسات التابعة للوزارات في هذا الجهد طبعا هو تكوين الفريق يضم كبار الموظفين في الوزارات كافة الوزارات التي لها علاقة بمحاور العمل وزارة الكهرباء متمثلة بوكيل وزير الكهرباء ومدرع عامين التربية والصحة وكذلك من البلديات العامة وأمانة العاصمة ومدير عامل منتوجات لتسهيل تجهيز الأهليات العاملة بالوقود وكذلك أعمال الصيانة وحتى موضوع تخصيص الأراضي للمشاريع التي تقر في الجهد الخدمي هناك عضو التي هي متمثلة بوزير عام عقارات الدولة هذا ساعدنا كثيرا على تجاوز الكثير من الروتين والبيرقراطية أيضا وجه دولة رئيس الوزراء المحترم بضرورة اشتراك كافة الوزارات ونتج عن هذا التوجيه الإجراءات الفورية باشتراك وزارة الإعمار والأسكان والبلديات متمثلة بشركة حامورابي استلمت شركة حامورابي على أثر هذا التوجيه سبعة مناطق في بغداد ضمن قاطع بلدية بوب الشام ومنطقة الفحامة وكذلك سلمت أعمال التزاماتها ثمن التزامات أعمال التبليط في محافظة ميسان وكذلك محافظة ديوانية وأيضا اشتركت شركة آشور ضمن قاطع بلدية الشعلة منطقة الخطيب الزراعي وكذلك توجيه سيادته اشتركت وزارة الدفاع في أعمال المتنزه الذي تم اختياره بمساحة 37 دونم ضمن قاطع بلدية الرشيد وكذلك اشتركت وزارة الموارد المائية في محافظة الديوانية متمثلة بمشاريع الري في هذه المحافظة أيضا هناك جهد خصص من وزارة النقل اشتركة ضمن أعمال فريق الجهد الخدمي كذلك وجه دولة رئيس الوزراء المحترم بأن يخصص جهد من المحافظات متمثلة بجهد المؤسسات البلدية شكلنا فريق جهد من بلدية العمارة وبلديات ميسان وكذلك الدوار الأخرى ضمن حدود محافظة ميسان سلمت منطقة قرية عبادة بعد أن باشرنا في منطقتين سلمت الهندسة العسكرية لهيئة الحجر الشعبي منطقة المدثرة حيث بلغت أطوال هذه الشوارع في محافظة ميسان بأكثر من 20 كم السيد عبد الرزاقي هذه الإنجازات هل خلال الاجتماع يتم وضع الخطة الآنية أم أنه هناك خطة استراتيجية يسير عليها فريق الجهد الهندسي طبعا هو تشكيلة الفريق من تشكيلة الفريق وضعت الخطة منذ البداية من بداية شهر داعش شكل الفريق ببداية تشكيل الحكومة أول اجتماع عقيد بعد أن صدر قرار مجلسي الوزراء بالرقم 286 لسنة 2022 حصل الاجتماع بعد ثلاثة أيام من تشكيل الفريق وضعت خطة متكاملة جردت المناطق وحددت المسؤوليات وكانت توجيه باشتراك كافة المؤسسات لكن القدرة الكبيرة للهندسة العسكرية لحيئة الحج الشعبي كانت سباقة في المباشرة كون هناك آليات متوفرة بقدرة كبيرة أيضا للكوادر الفنية الموجودة من خلال الخبرة التي اكتسبوها من تنفيذ الأعمال المدنية هذا ساعدنا كثيرا بانطلاق الأعمال ذا تسمحني أن أرجع إلى الأستاذ نزار أستاذ نزار يعني ما دام أن هذه التجربة سجلت نجاحها هل من الممكن استنساق هذه التجربة بتجارب أخرى لما يكون عندنا فريق جهد خدمي ولربما نحتاج أو المواطن يحتاج إلى العديد من المتطلبات كيف تقيم أو تقترح هذه إنشاء هكذا فرق بدقيقة واحدة رسا ماحك يعني في بغداد نحن بيمثل حاجة لتشكيل هكذا فرق باعتبار عندنا مشكلة يعني إدارية في ملف الخدمات اللي مشتت ما بين أمانة العاصمة ومحافظة بغداد والوزارات الاتحادية وهذا التشتت الإداري طالما ضغط بشكل سلبي على تنفيذ مشاريع مهمة في العاصمة بغداد يفترض أن يكون أنه يعني عنوان وبوصلة للمرحلة القادمة بتشكيل فريق خدمي على غرار فريق الجهد الخدمي اللي شكله رئيس مجلس الوزارة خاص ببغداد يجمع الدوائر الخدمية وخاصة العاصمة والمحافظة لتمرير مشاريع استراتيجية في بغداد وأهمها المشاريع المشتركة في قطاع الطرق مثل خط الحلق الرابع مثل بعض الشبكات المجاري اللي أيضا تشترك المحافظة والأمانة ومعطرة العمل بها منذ عقود وليس سنوات بعض المشاريع استراتيجية في قطاع الماء في قطاعات حيوية أخرى في قطاع الصحة في النتيجة أنا أعتقد بغداد العاصمة بأمس الحاجة للاستفادة من هذه التجربة لتحقيق التكامل الخدمي بين مؤسستي الأمانة والمحافظة اللي طالما تقاطعت وفوت فرص كبيرة لخدمة مواطني بغداد أشكرك شكرا جزيلا سيد نزارة السلطان عضو الهيئة العامة المجلسة على الإسلام العراق يتريت الحوار في هذا الملف وأشكر كثير لحضرتك الوسال عبد الرزاق المالك لهذه الإضاحات والإطراءات شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله